اشتركوا في القناة الذي يحمل مقر قيادة القوات البحرية اسمه أين وضع إكلينا من الظهور أمام المعلم التذكري المخلد له وتلى فاتحة الكتاب على روحه الطاهرة وعلى أرواح الشهداء الأبرار عقب ذلك كان للسيد الفريق أول لقاء مع إطارات ومستخدمي قيادة القوات البحرية ألقى خلاله كلمة توجهية بثت إلى كافة مدارس ووحدات القوات البحرية عن طريق تقنية التحضر عن بعد هنأهم في مستهلها بعيد النصر الموافق للتاسع عشر مارس من كل سنة داعيا إياهم للترحم على أرواح كافة شهداء الجزائر ولا يفوتني وبلادنا الغالية تحتفل اليوم بالذكرى عيد النصر الموافق للتسع عشر مارس من كل سنة أن ننحني بخشوع وإجلال أمام أرواح شهدائنا الأبرار الذين تعاقبوا على الاستشهاد منذ أن وطأت أقدام المستعمر البغيذ أرض الجزائر الطاهرة وكذا شهداء الواجب الوطني الذين تصدوا للإرهاب بروح وطنية عالية وبشجاعة فائقة وحفظوا بأرواحهم الشريفة على مكسب استقلال الجزائر وعلى طبيعها الجمهوري السيد الفريق أول أكد أيضا بأن إطارات ومستخدمية القوات البحرية الجزائرية مطالبون بالتحلي بأقصى درجات الجاهزية الدائمة والحس الرفيع بالمسؤولية في أداء المهام المخولة لهم إنه وبالنظر لخصوصية المهام الممكلة للقوات البحرية ومرتبطة أساسا بمميزات الموقع الجيوغرافي لبلادنا الذي يطل على الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط المتسم عبر التاريخ بطابعه الاستراتيجي والحيوي ليس لكونه شريانا أساسيا للتجارات الدولية والتواصل الإنساني فحسب ولكن أيضا لكونه مجالا للتنافس العسكري والاستراتيجي بين القوى الفاعلة في العالم قلت فبالنظر لذلك يصبح من الحتم على قوتنا البحرية باعتبارها جزءا أساسيا من مكونات قوام المعركة للجيش الوطني الشعبي أن تؤدي المهام المحوارية المخولة لها بجاهزية عالية وبروح متحفزة وحس رفيع بالمسؤولية السيد الفريق أول حث الجميع على مواصلة نهج العمل على تطوير وعصرنة القدرات القتالية للقوات البحرية فبهذا الحس الرفيع أجد من واجبي إعادة تذكيركم اليوم بضرورة مواصلة الأشواط التي قطعناها معا خلال السنوات القليلة الماضية والتي نأمل أن تتوج بربح رهان إذ فائل طابع المهني والاحتراف على أدائها وعصرنات وتحديث القدرات القتالية والعملياتية لقواتنا البحرية لا سيما من خلال بنا السفن البحرية بأياد جزائرية وتطوير صناعة بحرية محلية في ختام اللقاء استمع السيد الفريق أول لتدخلات مستخدمي قيادة القوات البحرية الذين أسدى لهم جملة من التعليمات والتوصيات المتعلقة بمجال الاختصاص شكرا لك اتمنى لك التوفيق والنجاح إن شاء الله